دكتور بعض الأباء دلوقتي والأمهات ممكن بيسألوا أولادهم وخلينا نتكلم عن السن الصغير شوية خمس سنين ستة سبعة عايز تطلع إيه عايز تطلع إيه والولاد يردوا ما نعرفشه طبيعي يعني طبيعي أن هما ما يكونوش يعرفوا لغاية حتى سن أكبر من كده فيبتدي الأباء والأمهات لا لازم تبقى دكتور لازم تبقى مهندس إمتى يعني إيه في المرحلة العمرية دي لو بنتكلم كان محمد صلاح بيتكلم عن بنته مكة مثلا أنه هو في المرحلة العمرية دي بيشجعها أن هي تبقى تاكل سكريات أقل شوكولاتة بتاعتها بتاخد أي محب بس في الأسبوع تتفرج على الآيباد مش عارفة قد إيه والرياضة مهمة إمتى أركز يعني كل سن وليه طموحاته زي ما كنا بنقول أو ليه الحاجات اللي تنفع وتتماشى معاه مش طبيعي أن أنا في السن ده أبتدي أقولهم لأ ده أنت لازم تبقى عالم فز كبير يعني حب حضرك تكلمي الأباء والأمهات في الحتة دي شوفي هو المؤثرات الخارجية للأسف في الوقت الحالي على الأباء والأمهات اللي أطفالهم صغيرين الله يكون فعونهم طبعا يعني كان قبل كده المؤثرات الخارجية بتاعتنا محدودة العالم بتاعنا قادرين نسيطر عليه قادرين نفلتر إيه اللي يوصل لولابنا وإيه اللي ما يوصلش ليهم مصدر الحوار والمعرفة والرؤية كانت الأب والأم أو المدرس أو النموذج الوقت الحالي لا السماء المفتوحة والدنيا المفتوحة والسوشيال ميديا والاهتمامات المتنوعة للأطفال خلت أنه تأثير الأب والأم إلى حد ما متضائل جنب كل المؤثرات دي ولكن هرجع تاني وأقول الأب والأم أنتوا اللي بتفلتروا ده للأسف برضو الأب والأم أفرطوا في منطق الحرية والاختيارات مع الأطفال في سن بدري قوي يعني أنا بشوف مثلا طفل عنده أربع خمس سنين لأم بتقوله اختار شوف هو ما يعرفش يختار هو ما عندهش داتة أنه هو يختار يعني المسألة الاختيار دي في مرحلة اكتشاف الزات اللي هي بعد الحداشر سنة يعني هنا الإسراف في الحرية والإسراف في إعطاء الطفل قراره في وقته هو ما عندهش قدرة أنه هو ياخد هذا القرار مشكلة وتلاقي بعض الأباء والأم هاتفاكرين أنه ده حاجة إيجابية في التربية أو أنه بيبني شخصيته لا أنت زي الزرع زرع بدري زي اللي عملت حاجة قبل معادها فبالتالي الجودة بتاعتها مش هتبقى بنفس الكيفية فهنا في مرحلة التوجيه اللي هي من أربع خمس سنين حد 11 سنة وجيهوا أولادكوا سيطروا عليهم سيطروا عليهم بأدوات مختلفة يمكن الوقت دلوقت شبق صعب لكن لازم نعمل زي ما سعمت سلاح قال أنه أنا قفرت حتى في الأكل نظام معين هيتعود عليه الطفل السوشيال ميديا مش كل وقت في إيده الآيباد أو في إيده الموبايل ليه؟ إن إحنا بنعود أولادنا على نمط حياة هيستمروا عليه بعد كده لما يوصل بقى يقدر أنه هو يدرك زي يقدر أنه هو يشوفها يقدر أنه هو يختار ليها يبقى في الوقت ده هو تبنى في الخمس ست سنين اللي قبل كده البنية السليمة اللي تخليه يقدر على ده لكن مش عايزين نفرض في أن أولادنا أحرار لا ده أولادنا بيعرفوا ياخدوا قراراتهم لا ده أولادنا بيختاروا اللي هم عايزينه ده بدري قوي بدري قوي وضر جدا على المدى الطويل لأن الطفل بيبتدي يبقى متمرد على كل حاجة والأب والأم هنا بيردخل رغبات الطفل اللي هو أصلا لسه مش عارف مصلحته بالقدر المطلوب ترجمة نانسي قنقر